اشتركوا في القناة فعلى غير من التدعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري مثل غيره من اقتصاديات العالم الا ان الاصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة وتتصق وتتوازن مع السياسات المالية والنقضية التي تقوم بها الحكومة منحت الاقتصاد المصري القدرة على الحد من تدعيات تلك الازمة ظهر ذلك جليا في تناسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيق نتائج جديدة في عام 2020 الحمد لله وهو الامر الذي ساهم في جعل مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي تستطيع تحقيق معدلات نمو ايجابية خلال هذا العام وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية والعالمية حول حصد مؤشرات اداء الاقتصاد المصري خلال عام 2020 سيكون الحوار مع الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية على الاقتصاد والاحصاء والتشريع دكتور وليد اهلا بحضرتك كل سنة وانت طيب منوارنا في مساحة للرأي اهلا وسهلا سيد نادر اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين اسمح لنا نطلع لفاصل ثم نقول لنا ابدأ النقاش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حضرتك من جديد بالالقامة بالاحصائيات واضح يعني ان الاقتصاد المصري في عام 2020 حقق يعني انجازات وطفرة لا بأس بها على الرغم طبعا من جائحة كورونا على مصر والاقليم والعالم اجمع الى ماذا بترجع حضرتك هذا التقدم في الاقتصاد المصري الحمد لله طبعا يعني 2020 كان بالنسبة لنا كان عام الحصاد بالنسبة لبرنامج اصلاح اقتصادي خاشن وصعب مرنا به في الفترة من 2016 ل2019 نجح في اعادة اكتشاف قدرات الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري اقتصاد كبير اقتصاد قوي كان محتاج مزيد من الحركة مع البرنامج الاصلاح الاقتصادي والقضاء على السوق السوداء للعملة والحفاظ على سعر الصرف وسيطرة على معدلات التضخم والكثير من الاجراءات اللي تبعناها واعادة هيكلة الدعم واسعار المحروقات والكهرباء وغيرها كل هذه الاجراءات اللي تحملناها جميعا كلنا الشعب المصري بالكامل تحمل صعوبة هذا البرنامج فكانت مصر خارجة من برنامج الاصلاح الاقتصادي عندها زخم وعندها قدرة مالية وفراط وكنا متوقعين معدل نمو كنا من المنتظر ان احنا نوصل لـ 5.9% معدل نمو ونصل الى 6% لو لا كورونا يعني وقدر الله مشاء فعال بالزبط لكن هي لما اتت ازمة كورونا لما بقى عندي قدرة لما بخطط ليه 6% واصل رغم الازمة الى 3.7% او 3.6% بننهي هذا الامر امر ايجابي جدا هي ايه ايجابيته اذا انا قارنت ما بين مصر ودول المنطقة بلاي ان معدلات النمو بتكون معدلات سلبية حتى في الدول النفطية في المنطقة اللي بتعتمد على النفط بالاساس او حتى الدول اللي بتعتمد على السياحة لكن تنوع الاقتصاد المصري جزئية التنوع الاقتصادي دي هامة جدا يا دكتور احنا اصبحنا الحمد لله مش اقتصاد ريعي خلينا نقول احنا نطمح في ان نكون اكثر تنوعا نعم ونطمح في ان الصدرات غير النفطية تكون باكتر ويظل الطموح المصري نحو مزيد من التنوع ومزيد من التنمية ولكن هو وكان الحالي ان قدر التنوع اللي كان موجود في مصر ومش عارف يتحرك برنامج الاصلاح الاقتصادي ادى النفس ادى الدفعة والدى الوقود ان هو يتحرك نعم ويبدأ يظهر قدراته المؤسسات الدولية نفسها كانت يعني على يعني مع توقعاتها المتنوعة كانت بتدور ما بين 2 و 2.5% يعني قالوا ان مصر هتنهي 20-20 ما بين 2 و 2.5% معدل نموه ايه صندوق النقد الدولي لما الخبر اقته الشهر الماضي هعدلوا من توقعاتهم وقالهم ان الاقتصاد المصري قبل بلاء افضل من المتوقع وان احنا هننهي 20-20 بمعدل نموه 3.5% نعم بالامس تم الاعلان ان احنا ان شاء الله بننهي 20-20 بـ 3.6% معدل نموه فكون ان احنا ادبنا نحقق معدل نموه اكبر من المتوقع في الازمة صحيح هو طبعا لم يصل الى طموحنا قبل الازمة ولكن في النهاردة في ظل هذه الازمة وتحقيقنا هذا المعدل ده بيدل على سلامة الطريق الاقتصادي نعم ونجاح الحكومة في عملية المقاربة ما بين الاعتبارات الصحية والاعتبارات الاقتصادية هنا دكتور عايزي نتكلم بقى عن المعدلة الصعبة فتح الاقتصاد مع يعني الاخذ بالاجراءات الاحترازية وده طبعا معادلة صعبة محتاجة جهد كبير من الجميع وتضافر كل الجهود حتى نستطيع ان نسير بخطة ثابتة يعني خلينا نقول ان الدولة زي مصر فكرة الغلق المطلق هي شيء يعني اتصوره مستحيل لان انت لما بيبقى عندنا مئة مليون مواطن نعم حتى لو عملنا غلق كامل والناس هتفضل في بيوتها طب هيبقى على الاقل فيه 75 هيفضلوا في البيوت و25 مليون عايزين يدبروا لهم الطعام ويدبروا لهم الشراب ويدبروا لهم كيف ان الكهرباء والمياه والامن نعم وكل الاحتياجات الاساسية 25 مليون عشان يدبروا احتياجات 75 مليون دول شعب دول دولة يعني وعدد 25 مليون اكبر من دول فبطبيعة الحل فكرة الغلق مستحيلة لاننا عند على الاقل فيه 25 مليون شغلهم حتمي بالاضافة الى ان حتى عملية الغلق لمدة اسبوعين او كذا في المرحلة الاولى من الفيروس اللي كنا بنقول ممكن نسيطر عليه في اماكن جغرافية محددة او في نطاق محدد اصبحت النهاردة احنا مش عارفين هو فين يعني ما تقدرش تحصله بحالات معينة جاي منين رايح فين فما فيش قدامنا دلوقتي غير اتخاذ الاجراءات الاحترازية ازاي نضمن عمليات التباعد الاجتماعي اللي ما بيننا ازاي نضمن ان احنا نقوم بعملنا بنلبس الكمامة طبعا نحن في الستوية جميعنا لبسين كمامة بس عشان التصوير نعم نلتزم بالكمامة نلتزم باجراءات الاحترازية بالتطهير بقاليات التطهير نبدأ نفكر بقى في ما تخطط مصر له في عشرين تلاتين وهو عملية اعادة هيكلة الاقتصاد نسرع في عمليات اعادة هيكلة الاقتصاد عمليات الميكانة عمليات التحول الرقمي فتح الباب امام العمل من المنازل تقديم الخدمات الحكومية عن طريق شبكة الانترنت كل هذه الاجراءات ربا ظرت النفع اذا جاء حتى كورونا جعلتنا نسير في كل هذه الاتجاهات للوصول للشمول المالي والحوكمة تحت ضغط الكورونا وايضا في التعليم وفي الصحة وفي كافة المجالات الحقيقة مخططات المصرية كانت موجودة والبنية التحتية وده الاهم شيء البنية التحتية الخاصة بشبكات الانترنت والسعة الخاصة بها وكذا هي كانت موجودة وكان هناك ترويج لمثل ذلك الانتقاد ولكن اللي حصل مع كورونا ان احنا قطعنا شوت كبير يعني اللي كنا بنتوقع ان احنا وصلوا ليه بعد سنتين وبعد ثلاثة وصلنا ليه في خلال شهرين وثلاثة فهذا الامر هو امر من الامور الايجابية اللي بتخلينا لازم نعرف ان مسألة ان عالم ما بعد كورونا لن يكون عالم ما قبل كورونا نعم فكل تقدم تم وكل مكتسبات تمت خلال فترة الازمة لن يتم التراجع عنها يعني فكرة الدفع الالكتروني اللي بتاكت تنتشر فكرة عندنا قرارات حكومية تعليم عن بعض حتى التعامل مع الحكومة الحكومة لما انكرر في الموازنة عندها 285 مليار استثمارات حكومية نعم هذه الاستثمارات سوف توجه الى شركات هذه الشركات لم تستطيع التعامل مع الحكومة الا من خلال حسابات بنكية لان التعامل مع الشركات انتهى الفاتورة الالكترونية في نفس الوقت الفاتورة الالكترونية سواء التعامل مع الحكومة او مع شركات القطاع العام محتاجين فاتورة الالكترونية قبل 36 اللي جاي فهناك اجراءات تمت لن نعود عجلة الزمن لن تعود الى الوراء فاحنا مطالبين في هذه الفترة ان احنا نحاول بقى نتفاعل ونتعامل مع واقع الحال ما نظلش عند يعني معادلة واحدة هو احنا هناخد اجازة ولا ما ناخدش اجازة لا احنا الحياة الاقتصاد ما فيش حد بيعرف واقف عايزين نتكلم يا دكتور عن فقد الميزان التجاري الصادرات المصرية او للأسف الشديد يعني كان فيه تراجع فيه السياحة فيه ارادات قناة السويس كل ذا اثر وبرغم هذا نحن نسير على قدمين فابتتين نتيجة للاصلاح الاقتصادي زي ما حضرتك في القبض هي مصر برضو رقم صعب جدا في المعادلة نقدرش ننكر تراجع ارادات فيه كطاع مثلا زي كطاع السياحة اللي اصيب بضرر كبير جدا على مستوى العالم كله ولكن انت بنلاقي بعض الامور الايجابية اللي بتظهر فيه خلال الازمة لان انخفاض اسعار البترول ترتب عليه مزايا بنسبة ليه انخفاض الفاتورة المنتجات البترولية المصرية اللي احنا بنستوردها من الخارج نعم بنلاقي ان يعني الصدرات المصرية ربما تكون تأثرت قليلا ولكن انخفاض الوردات اكبر نعم يعني عايزين نقول ان مصر ادرت تمر من خلال هذه الازمة باقل الاضرار سواء في الميزان التجاري او حتى في تعاملها مع تراجع المعدلات او تراجع ارادات الدولة من العملات الاجنبية لان كان فيه اجراء مهم جدا امد به الحكومة وهي ان هي حصلت الفجوة التمولية قدرت تحدد مع بداية الازمة هذه الازمة سوف ترتب نقص في العملات الاجنبية قد ايه قدرت تحدد الرقم احنا عندنا اداء الجناية المصري امام الدولار والعملات الاجنبية ما شاء الله يا دكتور برضو انا عايز تفسير ما هو ده التفسير التفسير ان عرضه انا لما عرفت ان الازمة دي ترتب عليها ان ارادات الدولة من العملات الاجنبية تراجعت برقم محدد ادرت الحكومة تدبر تمولات اجنبية بالتعاون مع المؤسسات الدولية صندوق النجد وغيرها احنا وقتين من الصندوق تمانية مليار تقريبا وفيهم شرائح بنكملها دلوقتي ومن اكتر من مؤسسة سد الفجوة التمولية بيترتب عليه ثقة ثقة من المستثمر ان هذه الدولة اللي لازلت محتفظة باحتياطي كبير تسعة وتلاتين من الدولة لا في بالتزاماتنا اقلا بأول بتقدر تفي بالتزاماتك ما عندكش مشكلة بييجي بعد كده حتى في الداخل المصري لما الناس بتعرف ان الدولار مستقر فما بيبدأش يضرب عليه ما يبدأش يشتري دولار عشان يخزنه في البيت عشان لما يرتفع فبتظل وظيفة الدولار هو وظيفة الحقيقية وهي شراء المستزائمات والاحتياجات الاجنبية هذا الامر خلق نوع من انواع استقرار سعر الصرف واستقرار الاداء الاقتصادي بصفة عام دكتور الليدي اسمح لنا نخرج لفاصل اخر ثم اعود لنا استعمال النقش مسئولية كبيرة ان اكون مسئولا عن بلد بقيمة وخصوصية مصر همزة الوصل بين قرات العالم القديم ومعبر تجارة العالم امكانيات اقتصادية هائلة وفرص استثمارية واعدة امكانيات اقتصادية هائلة متبات الاقتصادية اللي مر بها العالم كله ومشروعاتنا القومية العملاقة الحمد لله شغال على قدم وصاق الرئيس السيسي يعني كاد يكون اسبوعيا يمر بنفسه ويتطمن وفي نفس الوقت يتطمن على الاجراءات الاحترازية بالنسبة للعمال والمهندسين وكل الذين يعملون في هذه المشروعات القومية العملاقة طبعا الرئيس عبدالفتاح السيسي انا بعتبر هو الرئيس الوحيد اللي كان في عز الازمة حتى مع بداية الموجة الاولى للكورونا موجود بيفتتح مشروعات من المشروعات القومية وموجود بين العمال كأن واحد منهم هذا التواجد وهذا الاصرار لاستكمال مشروعات الدولة القومية بيكون له دور مهم جدا لان هذه العمالة محتاجة تعيش محتاجة تاخد رواتب محتاجين نحرك نحرك العجلة خصوصا ان هذه المشروعات يعني يمكن تطبيق الكراءات الاحترازية فيها بصورة منضبطة ومنضبطة جدا وجود هذه المشروعات ساعد في دفع عجلة الاقتصاد ساعد في توفير الرواتب ساعد في الحد من تزايد معدل البطالة في ظل هذه الازمة والدولة ما سكتهتش هناك مساعدات مالية لكل المحتاجين والمضارين من هذا الفيروس اللعين وتسهيلات وفسيلة تزف البنوك ويعني الضرائب وغيره كله يعني الحمد لله شغال على قدم الوساط الحياة عشرين عشرين شهادة مجموعة من الحزم من حزم المسندة المتنوعة جدا للقطاعات المتضررة ايه تم رصد في بداية الازمة مائة مليار جنيه لمساعدة القطاعات المتضررة استنفذ منهم نحو ما يزيد قليلا عن خمسة وستين مليار ولسه الحزم مكملة مستملة تم يعني نوع ادارة حكومية جيدة جدا وهي ادارة مراجعة الاجراءات كان هناك منحة للعمال غير المنتظمة ثلاثة اشهر ولكن لما الازمة استمرت التخص كرار بانه يتم مد منحة العمل غير المنتظمة لحد نهاية عشرين عشرين كان هناك ايضا مبادرات لدعم السياحة متعلقة بتأخير الاقصة الاعتمان وغيرها تم مد ايضا من بعض المبادرات السياحية اليوم صدر تعليمات من البنك المركزي بانه بيمد في سبيل اجراءات المساندة بيمد ايقاف الرسوم على عمليات التحويلات البنكية وعلى عمليات الصرف من مكينات الاتم وعلى عمليات فتح الحسابات البنكية وعمليات التحويل من الموبايل للحسابات وغيرها اجراءات كثيرة جدا ومتنوعة بتقوم بها الوزرات وبقوم بها البنك المركزي وبقتم مراجعاتها والدولة لسا مكملة مع الازمة وبتحل فسالة الزوات السهلات دكتور ريدي سبحانا نشوف تقرير للصحافة واهم ما تقول حول هذا الموضوع الحي والهام ثم نستكمل النقش عبد المحسن سلامة يقول الدبلوماسية الاقتصادية نجحت في التغلب على متاعب وأوجاع كورونا والحد من مخاطرها ما أدى إلى توقيع اتفاقيات للتمويل التنموي خلال العام الحالي تصل قيمتها إلى 9.8 من 10 مليار دولار بواقع 6.7 من 10 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية و3.1 من 10 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص الوطن كتبت أكثر من 30 إجراء اتخذها البنك المركزي المصري على مدار العام 2020 جعلت الاقتصاد المصري أكثر قوة في مواجهة تدعيات كوفيد-19 وأن الإجراءات والمبادرات للبنك المركزي التي تجاوزت قيمتها 700 مليار جنيه لم تقتصر على قطاع معين بل استهدفت دعم غالبية قطاعات الاقتصاد المصري سمير رجب يقول إن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الاقتصاد المصري قد وصل إلى مفترق الطرق الحقيقي الذي يتيح له الانطلاق إلى مرحلة جديدة يعود فيها لإثبات جدارته وكفاءته ونموه الحقيقي وأيضا يقترح السندوق إتاحة فرصة أكبر أمام القطاع الخاص لكي يشارك مشاركة حقيقية في خطط التنمية المستدامة التي تعلق عليها البلاد آمالا عريضا هدى يوسف خبير اقتصادي بالبنك الدولي أشارت إلى أن الاصلحات الحكومية التي تبنتها الحكومة انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد مع ارتفاع معدلات النمو وتضييق العجز المالي والخارجي كما ساعدت في حل مشكلة نقص العملة الأجنبية وأسهمت في توسيع الاستثمار العام الذي يستهدف تطوير أو تحديث البنية التحتية للطرق من أجل تحقيق ترابط أفضل إضافة إلى تعزيز إمدادات الكهرباء والغاز دكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي أشار إلى أن توقعات 2021 جاءت مرضية للاقتصاد المصري بشكل كبير وتؤكد نتائج سنوات من العمل في الصح الاقتصادي الذي أتى بتماره ومن المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي ما بين 2.8% إلى 4% في العام المالي 2020 2021 مع انخفاض العجز الكلي لنحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.1% في العام السابق وتحقيق فائد أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الأربعة الأول من موازنة 2020 2021 بقيمة قدرها 35 مليون دولار دكتور ريج جبال أرسام بحضرتك من جديد وكان عرض الصحافة تناول كثير من مواضيع الهام ما خليني أعرف حضرتك تحب تعلق لإيه ودونت بعض الملاحظات الحقيقة أنا عايز أعلق على مجهود وزارة التعاون الدولي بقيادة الوزيرة رانيا المشاط واللي أعلنت في تأرير من الوزارة مؤخرا عن الشغل والإجراءات اللي أمد بيها خلال الفترة الماضية هذه الوزارة في منتال أهمية لأن هي اللي بتقدر تدير عملية التمويل الأجنبي وبتحصل على أكبر قدر من التمويل منخفض التكلفة لدعم الدولة المصرية ودعم مشروعاتها أمد الوزارة خلال هذه الأزمة بتدبير قدر كبير جدا من التمويلات وذكر في التقرير 9 و 8 من 10 مليار دولار تم استثمارات وهناك أرقام أكبر من كده في الكثير من المشروعات حددها التقرير وكانت الوزارة حريصة جدا أن هي بتصدر هذا التقرير علشان تعرف المواطن المصري الفلوس اللي بتيجي من بره والتمويلات اللي بتيجي من بره بتروح في أي مشروع نعم لي كشف حساب يعني وأيضا كانت على تواصل وقامت بزيارات مع ممثلين الجهات التمويل في المشروعات اللي تمت على أرض الواقع علشان يشوفوها بحيث أن تتم إدارة عملية التمويلات المصرية بشفافية كبيرة جدا للجميع للمواطن والجهات الأجنبية وللعالم بالكامل هذه الشفافية بتساعد على قدر الكبير من المصدقية بيؤدي إلى مزيد من القدرة على جذب تمويلات السنوية جذب دكتور الطرق الكباري ومتر الأنفاء والسكة الحديد وضخ أموال كثيرة في هذه المشروعات التي تغضم المواطن المصري وتحاول أن تيسر له الحياة في شتى المناحة ما كانش بيدخل في أحلامنا هذه صفقة الكتارات الكبيرة اللي بتصل تباعا للسكة الحديد إزاي أن احنا في عز الأزمة تم افتتاح مرحلة جديدة من مراحل المترو وإزاي أن احنا بنكمل في مشروعات المترو نشوف الخط الرابع أيضا هناك الأعمال الإنشائية ابتدت يتم وشغالين عليها كيفين مصر 2030 اللي لا يستطيع أن يقفها أحد يعني مستهدفات 2030 الدولة المصرية لن تسمح لكورونا ولا لغير كورونا أنها توقف عن المستهدفات المحددة والمشروعات المحددة وما نريد أن نصل إليه في 2030 بإذن الله بإذن الله مصر اتصل إليه ولن يوقفها أحد نحن نكلم عن التنمية المستدامة و2030 هناك أيضا دفعة كبيرة من قبل الحكومة للقطاع الخاص وعطوه الفرصة كاملة في المساهمة في هذه التنمية المستدامة أعلنت وزارة التخطيط وأعلنت الوزيرة أن 2020 هيكون عامل القطاع الخاص القطاع الخاص حصل على تسهيلات كبيرة صدر قانون دمانات وحافظ الاستثمار خلال أزمة كورونا حصلت مبادرات كثيرة متعلقة بالإعفاء من غرامات التأخير للضرائب والتأمينات أيضا في البنوك حصل إعفاء من غرامات التأخير لمن يسدد مجرد نصف الدين إجراءات كبيرة جدا لما بندفها إلى الأصل اللي تم وهو أن الكتاع الخاص أصبح لديه أراضي صناعية تم توفيرها شبكة طرق بتقرب ما بين المصانع والمتاجر والمواني اللي تم تطويرها بالفعل هي أيضا كل هذه الإجراءات بتصب فيه أن الكتاع الخاص الظروف النهاردة اللي موجودة للكتاع الخاص أفضل بكثير من قبل كده أنا مش عايز أقول أن الأمور يعني وردية جدا لازم أي مستثمر دوره أن يشتغل يعني إلا كانت الناس مش هتعمل حاجة لازم دور المستثمر بقى أن يستجيب لما تقدمه له الدولة من مبادرات ويتفاعل مع هذا الأمر بحيث أنه لما بيشتغل حتى ويتقابلوا عقبات إحنا بنشوف الحكومة عندهم مرونة كبيرة جدا مع طلبات المستثمرين ومع طلبات الشعب وهي باستمرار وشوفناها في قانون التصالح لما نسبق لها طلبات معينة في قانون التصالح في مخالفات المناء في استجابة الحكومة قريبة جدا من الشارع ومن المستثمرين في التطبيق دكتور بالتأكيد يعني وده حاجة احنا نلمسينها كلنا الاستثمرار بقى دكتور في قطاع الغاز الطبيعي والكهرابة وغيره وهنا يعني الحمد لله أصبح عندنا وفرة في كل هذه الأشياء التي كنا نعاني منها بالأمس القريب كان عندنا مشكلة كبيرة جدا أننا في فترة التراب السياسي رفضنا أننا أو ما قدرناه أننا نسدد مستحقات شركات البدرول والغاز العالمية والناس ما كهيتش حاسة بحجم الكارثة دي هذه الشركات وقفت بطلت تطور الحقول بطلت تشتغل مصر رجعت تبقى دولة مستوردة للغاز مع برنامج الإصلاح الاقتصادي تم بصورة تدريجية سدد مستحقات الشركات الأجنبية للبترول رجعت تعيد شغلها الدولة المصرية ساعدت أيضا بقرارات الرئيس بترسيم الحدود وبتأمين الشركات التي تشتغل في البحر المتوسط وغيرها ترطب على ذلك أننا أصبح عندنا الغاز الذي يساعدنا اليوم من خلال مشروع التوسع في الغاز الطبيعي للمنازل الذي يساعدنا في أن نوفر عمولات أجنبية من استراد غاز البتجاز من الخارج في نفس الوقت قبل ما كنت أقول في صناعة وقبل ما أقول يا جماعة يا مستثمرين تعالوا عشان تشتغل عند صناعة أي صناعة كانت هتيجي وكنا في فترة ما قبل 2013 مش عارفين هلنور المصانع المصانع هتشتغل بالكهرباء ولا هلنور البيوت كان عندنا عجز جبير جدا طبعا الرئيس بنفسه التصدى وتفاوت مع الشركة الألمانية واتعاقد بنفسه مع ثلاثة محطات ألمانية من أكبر المحطات في العالم ندخلين على الضبع كمان يعني طفرة كبيرة طبعا غير محطة جنبان في أسوان بالطاقة الشمسية المخطط أن مصر بتكون مركز إقليمي للطاقة نصدر ونستورد يعني تكون هذه المنطقة بالكامل عندنا معها التشابك في الطاقة هذا الأمر الخطوات بتسير بخطة سريعة قدرنا نوصل لـ 25% زيادة عن الطاقة هم يفتح الباب للقطاع الصناعي لمشروعات جديدة حتى لو كانت كسيفة استخدام الطاقة بدون ما يكون عندنا مشكلة دكتور وليد اتكلمنا عن دور الحكومة والاستثمارات والقطاع الخاص عايزين نتكلم في نهاية هذه الحلقة عن دور الشعب وواعي الشعب ومشاركته في هذه التنمية المستدامة كلهم في مجاله وكلهم في موقعه لأنه مش معقول مجهود كبير ده كله بيبزل وبعض الناس قاعدين يعني يتفرجوا وقاعدين يمصمصوا في شفافه طبعا هي الحكومة بتهيئ الإجراءات ولكن النظام الحديث إن الحكومة بتقدم الحوافز والمستثمرين ورواد الأعمال يقططفوها مش هنصل لمرحلة إن الحكومة يعني سمار الإصلاح الاقتصادي سيقطفها من يتعاون معه بصورة مباشرة وستعود بصورة غير مباشرة على الباقي لازم نعرف إن إذا كنا نريد تطويرا لازم نقرأ المخاططات الحكومية نقرأ استراتيجية 2030 نعرف إن الدولة بتخطط لزيادة الرقع المعمورة بتعمل مشروعات قوامية للخارج لازم إذا كان الشعب المصري متعود يقرب للنيل يقرب النيل بمثابة مغناطيس بيجذبه للداخل فلازم نعرف إن التنمية النهاردة إننا حارب هذا المغناطيس للداخل وأخره إلى الخارج في المشروعات الجديدة لابتناص الفرص الاستثمارية اللي بتقدمها الدولة في المشروعات الجديدة لازم نعرف إن إحنا لازم نتطور لازم نعرف إن عجلة الزمان لن تعود إلى الوراء عارب الساعة لن تعود إلى الوراء لازم نتطور بما يواكب التنمية اللي بيتم التخطيط إليها في مصر والتطور العالمي اللي بيتم متفاعلة دكتور إن شاء الله خير مصر في قبلة الرحمن ومن تجل عليها وحميها والقادم أفضل إن شاء الله دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع شكرا جزيلا لحضرتك لورتنا في هذه المساحة لرأيه كل عام وحضرتك بخير كل سنة وحضرتك طيب شكرا لحضرتكم القادم أفضل إن شاء الله سلام عليكم شكرا للمشاهدة